مرحبا بكم كيف الحال؟ كنت أشتاق لكم ماذا رسمنا في المرة السابقة؟ نعم رسمنا قوس قزح ملونا بالأوراق الملوناة بعد قصها ولسقها وبينما نرسم هكذا؟ صحيح أنه لا يمكن أن نصعد للسماء ولكن من خلال الرسم يمكن أن ننطلق في رحلة القصة فما رأيكم أن ننطلق بقلوب تتطلع لما سيحدث بعد ذلك في رحلة القصة هذه؟ قالت السحابة للأصدقاء أنا سعيدة جدا لأنكم أمكنكم السعود حتى هنا ما رأيكم بعد رؤية السماء؟ سألت السحابة وأجابت الطفلة هكذا نحن سعداء جدا لكن في الحقيقة أنا فقدت الطريق لبيتي وبينما أنا في طريق البحث عن بيتي وصلت حتى هنا ولأن هذا المكان جميل جدا أريد دعوة أسرتي إلى هنا وابتسمت السحابة عندما سمعت كلام الطفلة ثم اختفت في مكان ما ثم عادت مع سحابة أخرى ولكن لما هذا؟ السحابة أحضرت بيتا جميلا جدا لأصدقائها نعم السحابة أحضرت بيتا رائعا لأصدقائها ما رأيكم برسم هذا البيت الرائع معاني؟ إذن أولا نرسم مربعا هكذا وهنا فوقه نرسم مسلثا لكن نرسم الصقف هنا الصقف المسلث وهذا المربع هو حوائد البيت والآن هنا بجانبه هكذا نرسم مستطيلا وفوق المستطيل أيضا نرسم مثلثا ليرمز للصقف ثم نضع نقوش الصقف هكذا وبعد ذلك نرسم مربعا ليرمز عن الشباك ثم نضع علامات الشباك هكذا ثم هل نرسم الباب وفوقه بشكل نصف دائري هكذا ثم نرسم مقبض الباب ثم بعد ذلك سنرسم شباكا هنا أيضا ولكن بجانبه شكل سحابة خفيفة نرسم علامات هكذا ثم نرسم علامات الشباك هنا وتبدو مثل الأزهار وتبدو مثل السحاب أيضا حاولوا رسم البيت الرائع كما تتخيلونه في السماء وهنا رسمنا شكل قلب فوق الصقف وتحت البيت نرسم سحابة كبيرة لنشعر كأنه يطير فوق السحاب وبداخل السحابة أيضا نرسم خطوطا دائرية هكذا بهذا نملأ الجزء الداخلي للسحابة هل نلون هذا بشكل دائري باستخدام الأزرق الغامق؟ والآن كما فعلنا المرة السابقة هيا نرسم بعض الصحابات البيضاء والآن هل نبدأ بتلوين منزل السحاب؟ سنحاول أن نبدأ بتلوين الحوائط ربما يكون من الأجمل تلوين البيت الذي يطفو فوق السحاب بعدة ألوان نعم أولا نلون الحوائط ثم هل نلون الباب بالأخضر المصفر؟ ثم الجزء الأعلى من الصقف أيضا هيا نلونه باللون الأخضر المصفر؟ ثم في الجانب أيضا باللون الأخضر المصفر؟ هيا نلون كل ما نريد بهذا اللون؟ نعم بعد ذلك هيا نلون باللون الوردي تحت اللون الأخضر المصفر؟ سألون الجزء الأعلى نعم باللون الأحمر نلون القلب ونلون في هذا الجانب في الأسفل باللون الأحمر نعم نعم هكذا تدريجيا نلون بألوان متعددة سنستخدم البنفسجية بعد ذلك سقط نترك الشباك ونلون ألا يبدو أفضل؟ إذا كان تفادي الشباك أمر صعب يمكنكم التلوين بشكل أوسع وأوسع وعدم وضع الشباك لا تعتقدوا بشكل صعب جدا يا أصدقائي نعم نلون هذا الجانب باللون البنفسجي وسنلون بجانبي باللون الأخضر يكتمل البيت الجميل الذي يطفو فوق السماء بشكل تدريجي نعم بعد تلوين كل شيء من الممكن تلوين الخلفية صحيح؟ هل نلونها بألوان بستر؟ هذه المرة سنحاول وضع اللون الوردي في أعلى السماء لقد رسمنا السماء كثيرا السماء الصفراء والسماء الزرقاء والسماء البنفسجية والسماء الخضراء تقريبا كله لذلك حان وقت السماء الوردية لذلك نلون بشكل خفيف باللون الوردي الفاتح هكذا وتحته بالوردي الغامق ثم هل ندلق بعد ذلك؟ هكذا تحولت السحب التي رسمناها بالأبيض في البداية للون الوردي جميل جدا صحيح؟ هيا ندلق بشكل جيد وإذا تريدون أن يظهر اللون بشكل أغمق لذلك قوموا بإضافة اللون ثم ندلق أكثر هل نلون في الأسفل أيضا بشكل خفيف؟ هنا سندلق باللون البنفسجي قليلا وهنا سنخلط اللون الوردي الغامق وفي هذه الناحية ندلق باللون الوردي أكثر قليلا وفي داخل السحب ندلق بشكل خفيف بلون بستل السماوي لتلوين السحب رائع هكذا انتهى كل شيء يا أصدقائي نعم ما رأيكم في محاضرة اليوم؟ هل رسمنا البيت الذي يطفو فوق السحاب بشكل جميل وبحرية؟ أتمنى أن ترسموا ببيتا جميلا جدا يا أصدقائي هل سمعتم عن كلمة التخيل؟ التخيل هو التفكير داخل قلوبنا ورؤوسنا عن شيء لا نرى أمام أعيننا أو شيء لا يحدث في الحقيقة صحيح قد تعلمنا التخيل والتخيل يعني أشياء لا يمكن رؤيتها وقصص لا تحدث في الحقيقة ورحلة في مدينة السماء عبروا عما تتخيلون به داخل رؤوسكم كما تريدون إلى اللقاء في المرة القادمة مع السلامة